انا عاوز اقول في البداية من السهل جدا انه الانسان يكره من السهل جدا انه الانسان يكره صعب جدا انه الانسان يغفر ويسامح ويحب هذا يتطلب تغيير تجديد يتطلب عمل الهي في الكيان وفي قلب الانسان ايضا فاذا يقول الكتاب المقدس من يبغد اخاه فهو قاتل نفس مش مهم شو الناس بتنظر لك في نظر الله شو هو بينظر ولما بينظر الى قلبك شو عم بشوف داخل قلبك ولاحظ متل ما قرأنا من القلب تخرج الافكار الشريرة ومن ضمن هذه الافكار الشريرة يقول الكتاب المقدس القتل فعندما تخرج الافكار بتتبلور الى حالة قتل كما ذكرت من يبغد اخاه فهو قاتل نفس من يبغد اخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم اين يمضي لان الظلمة قد اعمت عينيه يعني هذا الانسان يصبح اعمى روحيا وهذا العمى الروحي يقود الى كرهية مريرة في داخل الانسان يصل ان الكتاب يصف حالة هذا الانسان انه من يبغد اخاه فهو قاتل نفس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة